انا عندي اخت توفت قبل جزهة بسنة. طيب. جزهة توفت بعدها بعدها بسنة. وهم ما عندهمش اولاد وعندهم مراد. طيب. وعنده اخ غير شقيق. طيب. اخ غير شقيق يعني يعني اخ الاب ولا اخ الام. اه هو اب هو من الاخ. اه اخوه من الاب. طيب وبعدين. تمام. وبعدين. طبعا هم رجعوا الاول للمحكمة. والمحكمة طبعا ما انصفتش الاخ اللي هو غير شقيق. اه. اشوف بقى يا سيدي ايه اللي حصل. او ده استنى بقى استنى بس يا حاجة صابر. استنى حاجة صابر. او احنا بقى ده. اللي احنا منحبوش. اللي هو فكرة ايه. اه. والمحكمة ما انصفتش الاخ غير الشقيق. اه. ايه اللي حاصل. اسمع بس. اسمع بس. فيبقى فيه. فيبقى ايه الكلام اللي عندنا دايما يقولونا كده. اه. يقولونا ده والله العظيم ده ظلموا ما عرفش ليه بقى. لان فيه في عقول الناس ان فيه فرق ما بين الشرع والقضاء. لا ده قضاء المسلمين ده. اللي قاضى ده قضاء المسلمين. ويبدو ان فيه اثباتات كانت لازم لازم تزهر ان ما فيش ورسة تاني. او ان فيه اوراق تانية اثبتت ان فيه ورسة تانيين. صح كده? اه. فيه اخت اخت شقيقة. اه. شفت ازاي شفت ازاي. اخت شقيقة. شفت ازاي يا مولانا. ما انا حقول لحضرتك. طيب اتفضل. اه. فهما لما لاجئوا المحكمة طبعا الاتنين جادوا عن المحكمة. ولاجئوا للجعدة العرفي. لا. بص يا سيدي. انت تروح تعمل اي بقى? بدل المسألة دي مسألة نزاع. وانا بقول لكل الناس اللي بيفتوا على الهوى. اذا كانت المسألة مسألة نزاع. لا تفتي على الهوى. لازم الناس تيجي قدامك. ويتحقق بينهم. وهو تقع في الفخ ده. اللي هو فخ ايه? مسألة النزاع. على اموم. اخت الشقيقة بتقوم مقام العصبات مع موجود البنات. فانت دلوقتي بتقول لي ان يوم دلوقتي يرجحوا الاخ الشقيقة على الاخ الاب. صح كده? فاذا كان المسألة كده. فيا سيد صابر. لو سمحت. هاتي الاوراق بتاعت حضرتك. وتعال نشوف الكلام ده. ويه مسألة ارجوكم بلاش فكرة ايه? ان احنا سبنا القضاء وروحنا للاعادات العرفية. احنا عندنا قضاء القاضي يرفع الخلاف. ظاهرا وباطنا. فاذا قضاء القاضي فاذا القاضي قضى ما ينفعش ان احنا نسيب قضاء القاضي وبعدين نعمل ايه? نروح للحكم العرفي. لان القضاء القاضي ده اقوى من المجالس العرفية. وقضاء القاضي ده ملزم. عارفين الفرق ما بين اللي انا بقوله دلوقتي. وقضاء القاضي في المحكمة? ان قضاء القاضي في المحكمة ملزم. والفتوى غير ملزمة. يعني ايه غير ملزمة? يعني الفتوى بتعلمنا اه? وبتبين لنا الطريق اه? وبتعرفنا حكم الله اه? بس مين اللي قادر ينفذ بيانه للحكم الشرعي بالقوة? وبسلطة اللي ربنا ادهاله القاضي. فانت لازم لازم تعرف كده. طب انا بقول كده ايه اللي هيحصل? هيجي بعد شوية. يتنازع الناس تانية. بعد قضاء القاضي. وبعد الاحكام العرفية. ونقول برضو زي ما حددك قلت كده. ده ما انصفوش الاخ لاب. ييجي بعد كده الاخت تقول ايه? يا والله يزلموني وخدوا حقنا. ويبقى المشكلة بعد كده في الاجيال اللي بعد كده. لا. انتوا ترجعوا لقضاء القاضي. وقضاء القاضي هو البيان الحقيقي للحكم الشرعي. وهو دوت اللي ممكن يحسم الخلاف اللي بينكم.